السلام عليكم ورحمة الله استيشان الاخير في الاكسل زي ما اتكلمنا قبل كده في الكورس في الموبايل نتورك تريننج فورفيلد انجينير اتكلمنا ان احنا كالمهندس مهندس اتصالات او مهندس الموبايل محتاج ثلاث عناصر رئيسية عشان خاطر يساعده في المجال في مجال الموبايل قلنا التلات عناصر رئيسية دولت او تلات مهارات رئيسية اللي هو جزئية التكنيكل واحنا بندي الكورس الكورس الموبايل نتورك ده عشان خاطر نساعدك في جزء التكنيكل تمام والجزء التاني جزء المانجمينت وجزء المانجمينت ده بنديه برضو جوه الكورس بتاعنا بنديك بعض المبادئ ازاي المشروع بحيث ان انت لو انت مسكت اي من البوزيشن بحيث ان انت عارف المبادئ بتاع انت ازاي ونقاط المانجمينت اللي احنا بتكلم عليها في الكورس ده حاجة تخليك تبدأ المجال يعني على ارض صلبة ان شاء الله وفي المستقبل تحاول تزيد من جزء المانجمينت العنصر او الكفاءة الاخرانية او العنصر الاخراني اللي هو الريبورتنج وتكلمنا في جزئية الريبورتنج ان احنا لازم يكون عندنا مبادئ الاجسل لان الريبورت ده صورة المهندس لان انت اشتغلت اه في الموقع او اشتغلت اه تسقايا بتاحتك وخلصتها ودرت او اه اه ادرت تدير الريسورس بتاحتك بطريقة كويسة فبالتالي لازم الاوبت بتاعك يطلع على هيئة الريبورت فلازم يكون عندك اه اه السنس او المبادئ اللي تخليك تخرج الريبورت بطريقة كويسة جدا فاحنا اه حبينا ندي اه المهندسين اللي بتاخد كورس معانا نديهم بعض المبادئ الاجسل اللي هتساعدهم في ان شاء الله في جزئة الريبورتنج فاحنا شرحنا حوالي 15 session في مجموعة من الدول المفيدة جدا ان شاء الله في المجال اللي هتخليك اه ان شاء الله قادر انك اه اه تدير جزئية الريبورتنج بسهولة جدا في المجال تمام لان لازم يعني اه اه طبعا احنا لما اتكلمنا على اه في الاكسل اتكلمنا على فانكشن كتير جدا اتكلمنا ما يكره 15 session فاتكلمنا على مجموعة كبيرة من الفانكشن اه طبعا انت مش لازم اه انك تكون عارف فانكشن دي كلها اه اهم حاجة انك يعني تكون او قررتها او سمعت الفيديوهات او جربتها مرة بحيث ان انت لما تحتاجها او تكون انت بتعمل مجهود في sheet او في report كبير ازاي تفكر انك تعمل reduction للافورت اللي انت بتعمله ده بحيث انك يعني تحاول تقلل عنصر الزمن وتعلي الاكوريسي لان احنا عندنا في في الشغل بتاعنا ثلاث عناصر رئيسية لازم نخلي بالنا منها العنصر الاولاني اللي هو quality او accuracy بتاع sheet اه لازم accuracy او quality بتاع sheet يكون عالي جدا تمام تاني حاجة عنصر التارجت لازم التارجت بتاعك تحاول تحققه تمام والعنصر الاخير اللي هو effort المجهود بتاعك لازم تقلل المجهود يبقى تقلل المجهود باعلى accuracy واتحقق التارجت فانت لو عملت كده يبقى ان شاء الله هتكون مهندس ناجح في المستقبل طبعا انت ممكن تعمل الشيت بتاعك اه بمانوال مش محتاج الفنكشن ديت ولكن هتحتاج مجهود عالي يعني ممكن هتلاقي زميل لك اه بيعمل الشيت اه في عشر ساعات هتلاقي دايما الاكيورسي بتاعته هتلاقيها ضعيفة جدا اه ليه لانه ممكن في بداية الشغل بتاعه في بداية العشر ساعات بتلاقيه اه اكتف لكن في نهاية العشر ساعات بيبدأ المجهود بتاعه يقل والتركيز بتاعه يقل فبالتالي الكوالت بتاع الشيت والاكيورسي بتاع الشيت هتقل لكن انت لو انت عارف الفنكشن ديت وازاي تلعف بالقيم بتاعت الاكسل بسهولة هتلاقي نفسك بتطلع الاكيورسي يعني الشيت اه في عشر ساعات ممكن تعمله في نص ساعة او في ساعة بالفنكشن ديت بالطريقة ديت وتطلع شكل الشيت هيبه كويس طبعا احنا خدنا دوال مجموعة من الدوال يعني عددتها زي ما احنا شايفين كده كتير فعشان خاطر نسهل على الناس البحث ونسهل على الناس ازاي هم يحاولوا يستخدموا الفنكشن ديت قسمناها لما قسمتها بلوك ديجرام ساهل جدا زي ما احنا شايفين الى مجموعة من الكاتيوري بحيث ان احنا لو حبينا نبحث عن دلة معينة يبقى هنروح للكاتيوري بتاعها يعني مثلا لو احنا حبينا نستخدم شرط معين داخل الاكسل فهنبحث في الدوال المنطقية والشراطية نروح نبحث في مجموعة الدوال ديت ازاي او هنستخدم ايه فيه طيب لو عاوز نستخدم دوال التاريخ او الوقت يبقى هناخد الكاتيوري بتاع دوال الوقت والتاريخ ونسأل او ندور فيه الفنكشن ديت طيب لو احنا عاوزين نعمل قيم حسابية او رقمية sum و count و average وكلام من ده يبقى نخش على الدوال الحسابية والرقمية طيب لو عاوزين نعمل سيرش معين في data base يبقى هنرجع للدوال البحسية view lookup و h lookup والكلام ده لو عندنا فيه اخطاء ظهرت في ال excel والاخطاء ديت يعني لازم تظهر فبالتالي هتعقنا في عمل ال analysis يبقى احنا لازم نروح نشوف الاخطاء ونشوف الدوال اللي بنتعامل بتتعامل مع الاخطاء ونسيرش نشوف كل ده اللي بيه والاخطاء بتاعتها بحيث ان احنا نحاول نلغي الاخطاء ديت بالدوال ديت وحاول نوصل للاناليسيز اللي احنا عايزينه لو احنا عاوزين نعمل تقريب لارقام معينة يبقى الدوال التقريبية موجودة عندنا بسهولة جدا هترجع لها يبقى عندك ال block diagram ده بيسهل بيسهل التعامل مع ال function طبعا هي مش كل function بتاعت ال excel لان ال function بتاع ال excel بحر كبير بنستخدمه زي ما احنا في جميع فروع الحياة ممكن المحاسبين بيستخدمهم الناس يشغلنا في العملة وكان ده بيستخدموا ال excel واحنا في المجال بيستخدم ال excel وكل فرع من الفروع ديت بيه ليه function خاصة به فاحنا ال function انا اخترت مجموعة من ال function اللي هتساعدنا في شغلنا يعني هي فيه ممكن فيه function تانية بس ديت اسهل واقرف function غير معقدة وهتساعدك وهتستخدمها على طول ان شاء الله وديت البداية لو انت عاوز تستزيد ان شاء الله ممكن ديت ده ال start بتاعك وتقدر منها تزيد من التعامل مع ال excel طبعا احنا عملت ال pdf ده pdf ده فيه شرح وافي وكامل لكل function اللي احنا حطينا في ال block diagram او اللي احنا شرحناه في الفيديوهات ديت كل الفنكشن ديت كل الفنكشن ديت مشروحة بشرح وافي وازاي تكتبها وبالعربي كمان في ال pdf ده pdf جميل ولزيز ان شاء الله هيساعدكم يعني في الاخر لو انت عندك ال block diagram والفيديوهات وال pdf ان شاء الله مش هتلاقي اي مشكلة تقابلك في انك تعرف ان الفيديوهات الفنكشن ديت بتشتغل ازاي او الفنكشن ديت بتفيدك ازاي ان شاء الله طبعا انا عايز بس اقول نصيحة اخيرة مش لازم كلنا نكون عارفين الفنكشن ديت احنا انا عايز بس ناس تشوف الفيديوهات كلها تمام وتشوف كل فنكشن بتستخدم ازاي كده انت عرفت ان فيه فنكشن معاينة بتعمل حاجة معاينة بغض النظر انك فاكرها او من انتش فاكرها لكن مجرد انك هتدوس وتشتغل تخش المجال وتشتغل طبعا زي ما بقولوا الحاجة ام الاختراع مجرد انك هتشتغل وهتلاقي فيه شيت محتاج منك مجهود يبقى اوتوماتيك زهنك هيفكر او هتطرق لزهنك الفنكشن اللي انت بتستخدمها او اللي انت كنت درسها في الكورس هترجع لها وتدور عليها وان شاء الله هتساعدك فيه في الريبورت او فيه الشيت اللي انت شغال عليه انا عايز بس في الاخر ما تتخطوش من عدد الدولة ديت وان شاء الله الدولة ديت هتفيدكم بطريقة بسيطة وسهلة ان شاء الله